طيب عندي كمال ملف مهم جدا متعلق بطاقم حكام مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا اللي هتقوم النهاردة الساعة سبعة يعني بعد أقل من ساعة ونص مباراة مهمة جدا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية طاقم تحكيم هذا اللقاء طاقم تحكيم مصري إدارة المباراة لكابتن أمين عمر ومعه اثنين مساعدين محمود أبو الرجال مساعد أول أحمد حسام طه مساعدتين على الفار حكم جزائري لحلو بن براهم ولكن كل توفية رب لطاقم المصر عندي خبر مهم جدا وخبر عيسعد بالتأكيد كل أسرة التحكيم الكابتن أمين عمر والكابتن محمد معروف تم توجيه لهم استدعاء لحضور معسكر أول معسكر للحكام الأفارقة اللي هيستعدوا للمشاركة في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك عندنا حكمين تم اختيارهم بشكل رسمي من الاتحاد الدولي للمشاركة في أول معسكر إعداد لكأس العالم 2026 وده خبر أعتقد مهم جدا لكل أسرة التحكيم إن الأول مرة هيكون عندنا حكمين في أول معسكر لكأس العالم الكابتن أمين عمر والكابتن محمد معروف المعسكر هيقام يوم 26 فبراير في المملكة العربية السعودية هذا المعسكر فيه 13 حكم على مستوى قرة إفريقيا من مصر في حكمين كل الدول الإفريقية يمكن الموجودين في قائمة البروفيشنال الحكام موجودين في القائمة ولكن من مصر أبرز اتنين في التحكيم الإفريقي أمين عمر ومحمد معروف ده أول معسكر في حكام الساحة فقط حكام الساحة فقط خبر تاني مهم جدا يمكن في الساعات الأخيرة تم استبعاد الحكم الدولي الجزائري المصنف رقم واحد في القرى الإفريقية الكابتن مصطفى غربال من إدارة المباريات المتبقية لكأس الأمم الإفريقية بعد الأخطاء الفنية التي شهدتها مباراة الكونغو الدموقراطية وغينيا كونكري في الدور الربع النهائي لكأس الأمم الإفريقية أخطاء فنية شهدتها هذه المباراة وبالتالي تم استبعاد مصطفى غربال وتم استبعاد حكم الفيديو الغاني دانيل لارية وده قرار متكرر أو قرار مماثل لنفس القرار اللي اتخذ الإسبوع الماضي باستبعاد طاقم تحكيم مباراة الكودفور والسنغال باستبعاد الحكم الجابوني بير أتشو واستبعاد الحكم المصري محمود البنة اللي كان موجود على تقنية الفيديو هاتين المبارتين كان هناك فيهم أخطاء فنية الكودفور والسنغال والكونغو الدموقراطية وغينيا وعلى هذا الأساس تم استبعاد الحكم الجابوني بير أتشو والحكم الجزائري مصطفى غربال وعلى الفار استبعاد محمود البنة واستبعاد كذلك دانيل لارية دي آخر الأخبار المتعلقة بالتواقم التحكمية في كأس الأمم والخبر السعيد للحكام المصريين محمد معروف وأمين عمر في معسكر كأس العالم في السعودية نهاية هذا الشهر نهره إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع عندنا كلام مهم جدا عن تدريبات الأهل وعنضمام الدوليين النهاردة في المران الجماعي